تحياتي يا أصدقائي الياس هدايا الحارس المحترف الدوري السويدي تحدثت بفيديو الأمس عن إمكانية تواجده بمنتخب سوريا وقدش أنهم نحتاج لحارس يعني يكون بهذه المواصفات حيلعب حيكون موجودك أساسي حقلكم أي أولاء بعد ما يعني اتأكدت من المصدر الرسمي إضافة إلى قصة خليل الياس مع منتخب سوريا حنشوف هاي المواضيع المهمة يلي ناطر الشارع رياضي السوري والمعلومات اللي وصلتني الرسمية بهذا الفيديو بداية يا حبايب القلب تحية لأيكم طبعا بالأمس كنت عم بقرأ بعض التعليقات في متعلق في فيديو الأمس البعض لامني أنه أنا ليش ما عم بذكر اسماء وأنه أنت شو بتستفاد من إعلامي والله عم بطلع بيحكي أنه ممكن يكون في لاعب منتخب سوريا ما عم تذكر اسماء أنا ما عم بذكر اسماء يا حبايب القلب طبعا للمهنية الإعلامية فيكم نشوفهم اليوتيوب معبه سوشيال ميديا ملياني ناس بتطلع بتحكي بتعطيك 11 لاعب محترف في منتخب سوريا بتحط لك التشكيلة بس أنا بعطيك المعلومة الدقيقة يعني المعلومة الدقيقة يعني أنا هلا بسمع أنه في عم بتم الكلام عن عم بيتواصلوا مع لاعب فلاني أنا فيني يقول لك أنه والله عم تواصلوا مع لاعب فلاني وهو بالأخير شي هذا الموضوع ما يزبط لا أنا بدي أعطيك الخبر الريقين بدي أعطيك الشي الرسمي والخبر الدقيق هاي مهمة الإعلامية نحنا ما عم نحكيه بموط يعني البعض اللي يقول أنه أنت إعلامي فأنت من مهمتك أنه تقول والله هذا في خبر أنه هذا اللاعب ممكن يكون موجود هلا في ناس بتحب هذا الشي أنا بنسبة إلي إذا ما كان الشي رسمي ما رحب يحكي فيه طبعا نحنا ما عم نحكي ما عم نحكي ما عم بإسبانيا ولا بإيطاليا عم نحكي على أندية والله إمكانية تعاقد برشلونة مع لاعب الفلاني ولا إمكانية تعاقد إنتر ميلان مثلا بإيطاليا مع لا نحنا عم نحكي على منتخب سوريا في مئة قصة وقصة بتعيق اللاعب لحتى يجي يلعب بمنتخب سوريا ورح أقلكم هلا مين اللاعب يلي ممكن يكون يعني ممكن يكون موجوده ومتخب سوريا ومن رح يكون موجود بداية حبايب القلب الياس هدايا حكيت بفيديو الأمس على أهمية وجود حارس مميز مثل الياس هدايا بمتخب سوريا تواصلت اليوم مع مسؤول يعني هو له الإيد الكبيرة بهذا الموضوع موضوع اللاعبين أصول سورية وسألتوا عن موضوع الياس هدايا قال لي بحفل واحد أنه المساعد المصري محمود فايز تواصل مع الياس هدايا ومع والد لاعب الياس هدايا وتواصلوا هني كاتحاد لكن ما في رد إيجابي من قبل اللاعب وبالتالي يعني اللاعب لن يكون موجود مع المنتخب سوريا في بطولة كأس آسيا القادمة في قطر هذا فيما يتعلق بموضوع اللاعب الياس هدايا إذن الياس هدايا حسب هذا المصدر المسؤول أنه ما رح يكون موجود من منتخب سوريا ببطولة كأس آسيا لأنه تواصلوا معه عدة مرات هو يتهرب حسب ما قلي يعني أنه هو عم يتهرب أنه هو ما حدا حكى معي وأنتوا هلأ عم تحكوا معي وكذا وعم يتهرب من الموضوع وقال لي حكينا معه ست مرات وهو دائما في المرات الستة بتهرب من الموضوع وبالتالي الياس هدايا لن يكون مع منتخب سوريا بكأس آسيا بعد كأس آسيا مبارح هذا فيما يتعلق بموضوع الياس هدايا فيما يتعلق بموضوع اللاعب خليل الياس طبعا هذا اللاعب اللي بلعب بخط الوسط الناس اللي عم تحكي عنه أيضا هناك يعني قال لي بالحرف الواحد هناك من يخرب الموضوع بعد ما زبطوا لأموره الرسمية والقانونية على ما يبدو أنه في مشكلة صارت بالنهاية فيما تعلق بقضية خليل الياس لم يدخلني في التفاصيل لكن في مشكلة بقصة خليل الياس في موضوع قدومه لمتخب سوريا وأنا هذا الشيء اللي كنت عم بحكيه معكم بالفيديوهات السابقة أنه ذكر الأسامي ممكن يسبب مشكلة ممكن يضطر يعني فيه مئة قصة وقصة فيه مئة حدا وحدا بيشتغل بهاي الموضوع وفيه مئة حدا وحدا بيحب يخرد يعني وأنا فهمكم كفاية بيحب يخرب وفهمكم كفاية وبالتالي موضوع خليل الياس على ما يبدو أنه لن يكون مع متخب سوريا أفريك أساسيا المعلومات دائما أنا يعني بتوصلني لما بتكون الموضوع في طول المفاوضات ما بيحكي فيها أما لما يكون الموضوع وصل إلى مرحلة النهاية فأنا بطلع بالكول أنه واحد من ثلاثة طبعا هذا الموضوع من مصدر رسمي أنا ما بحكي من عندي أنا بحكي مع المسؤولي المتوارد مع هذا الموضوع لما يقل لي أنه هيك هيك صار بالنهاية ولن يمثل فأنا بقلكم يعني الخبر اليقين موضوع الياس هدايا لن يكون مع متخب سوريا في بطولة كاس آسيا موضوع خليل الياس يعني هناك من يعني يعني قام بتخريب الموضوع حسب ما قالوا لي في الاتحاد السوري لكرة القدم لما وبالتالي يعني بشكل كتير كبير أيضا الياس هدايا والياس هدايا لن يكون مع المنتخب سوريا أما خليل الياس بشكل كتير كبير أيضا لن يكون مع المنتخب أنا أتمنى يعني من كل الأصدقاء ومن كل الإعلاميين ومن كل المعنيين في هذا الموضوع أنه يعني نحن لأن نبحث عن السبق الصحفي السبق الصحفي فيك تعمل سبق صحفي بمواضيع تانية أما في متعلق باللاعبين من أصول سورية يلي جاينا على المنتخب سوريا مئة قصة وقصة ممكن تمنعوا لهذا اللاعب أن يكون بهذا المنتخب موضوع خليل الياس على ما يبدو أنه تم تخريبهم بأحدى هاي الأشكال اليوم كان فيه طبعا الاتصال الأخير مع خليل الياس أو المفوضات الأخيرة بشأن وجود ومنتخب سوريا وعلى ما يبدو أنه ما مشي الحال هاي المعلومات اللي عندي وهي الأخبار اللي عندي أصدقائي أنا بتمنى أيضا يعني بتمنى نحن دائما نكون هيك شوي هادئين وصابورين بطريقة التعاطي مع هاي المواضية ونكون نبحث عن المعلومة بدقة ويلي عنده قصص ممكن يحكيها يتخرب على وجود أي لعب بهذا المنتخب يتعد عننا نحن بهدفنا ككل أنه نشوف منتخب سوريا جيد بالنهاية الهدف الأسمى أكيد كمتابعين أنا متابع لقضية لعبين من الأصول السورية يعني منذ اتحاد حاتم الغايب العميد حاتم الغايب عندما كان رئيس اتحاد أنا متابع هاي القضية وكنت دائما صديفي برنامجي يعني كان وقته عماد حسن رئيس لجنة المغتربين وتواصلوا مع بابلو صباغ وتواصلوا مع أفلان وأحكي وشوف وأعمل وأحكي وأنا على الطلاعة كامل لكل تفاصيل هاي المواضيع بالتهديد مواضيع اللاعبين وصول سوريا الشي اللي صار هلأ أنه تم في تسهيلات كتير كبيرة في مواضية في أريحية بالتعامل مع اللاعبين وتم يعني بهدو جابوا اللاعبين بدون ضجة وإثارة لما بعد ما إجاب أبو صباغ بلشت العالم تحكي فلان وفلان وقزة ومنتخب سوريا وكذا وصلوا كلام على ما يبدو أنه تم تخريب موضوع قضية خليل الياس وبالتالي هذا الموضوع أنا بالنسبة إيدي أبحث عن المصداقية دائما وعلى المعلومات تكون بشكل دقيق واللي بدو برجع بقول اللي بدو يسمع ناس أو يوتيوبرية أو أعلاميين أصدقاء بيحكوا بيقول لك في عندي عشرين لاعب هلأ تم التواصل معهم نروح يسمع أنا بعطيك المصدر والكلام الدقيق وهي مهمتي كأعلامي بين قوسين حباب القلب أهم شي تعليقاتكم بهذا الفيديو لا تنسوني أكيد من دعمكم لحتى أبقى دائما تواصل معكم في كل جديد فيما تعلق بمنتخب سوريا وكرة خدمة سوريا باي باي اشتركوا في القناة